السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم من جديد في قناة قناة منوعة فاطمة حمداش أتمنى من الله أن تكونوا بخير يوم إن شاء الله سنعمل طريقة عمل إطارات ملونة بطريقة سهلة وبسيطة كما عودتكم تابعوا فقط الشرح بسم الله على بركة الله ندخل إلى كل مصدر ثم بدء جديد ثم 16 تسعة ثم التالي هنا ندخل إلى الوصائق نختار خلفية سوداء نقوم بتكبيرها قليلا على حسب المدة الزمنية التي تريدون ثم نضغط على ثم بعد ذلك نضغط على طبقة ثم نضغط على كتابة يدوية هنا لدينا كثير من الأشياء سنختار هنا مربع هنا نضغط على مربع هنا سنختار اللون الأبيض وهنا سنختار حدة اللون يعني هل نريد إطار رقيق رقيق قليلا رقيق كثيرا أو عريض كما نريد سنختار هذا ثم سأقوم بالرسم مستطيل بأسابع ليد على الشاشة الهاتف نقوم بالرسم مستطيل ها هو هذا نقوم بتكبير قليلا هذا المستطيل يعني نفس المدة الزمنية إذا قمنا بلمس الشاشة نستطيع التحكم في هذا الإطار ثم بعد ذلك نضغط على طبقة الوسائط هنا أحبابي في الآن نقوم بالذهب إلى جوجل كروم ثم نقوم بتحميل دائرة الألوان ها هي دي دائرة الألوان ولكن نعدي من الألوان يعني الألوان الثانوية الألوان الرئيسية إلى آخرين سأختار هذا مثلا بأسابع اليد نقوم بتكبير هذا الإطار أو هذه الدائرة هكذا ثم نقوم بتكبير المدة الزمنية ثم بعد ذلك نضغط نقوم بالنزول إلى الأسفل نضغط على دمج ثم نضغط على ضاعف ضاعف هنا كما ترون لدينا إطار ملون أحبابي الله إذا أردتم ترك هذا الإطار كما هو يعني غير متحرك فلكم حرية الإختيار أما إذا أردنا يعني أن نحرك هذا الإطار فما علينا سوى الضغط على هذه على هذا الدائرة الألوان والنزول إلى الأسفل هنا ليس الأسفل يعني نضغط على تعبير ثم نزول إلى الأسفل نختار تدوير في اتجاه عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة سنرى مع بعض ها هو ذا الإطار يتحرك عكس عقارب الساعة وهنا اتجاه باتجاه عقارب الساعة ولدينا أيضا عديد من الاختيارات مثلا هذه مثلا أو هذه منجرف عائم حلقة انظروا معي ينبوع لكن الأجمل الأجمل ها هو عكس عقارب الساعة أو تدوير في اتجاه عقارب الساعة ها نحن ذا حصلنا على حصلنا على مستطيل أو إطار ملوّن نستطيع يعني استخدامه في تصميمنا طريقة يعني استخدام هذه الإطارات طريقة سهلة إذا رجعتم إلى فيديوهاتي سوف ترون أن الطريقة يعني التشغيل يعني طريقة عمل إدخال صور إضافة كتابات إلى آخره على العموم اليوم سأكتفي بهذا الشرح وإن شاء الله في الشرحة أخرى لدينا أشياء أخرى إن شاء الله سوف أشرحها دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته